برج الجدي اليوم وتوقعات 24 فبراير 2023 انت بتحارب عشان توصل لشيء عايز تجدد كل حاجة تخصك انت شخص انتقادي يا برج الجدي بتقول للاعور انت اعور في وشه مش اي حاجة بتعجيبك وضعك الفترة اللي جاية هيكون فيه تحسين تحسين مادي وتحسين في العمل وتحسين في كل حاجة فيه رزق كبير وعود من عند ربين جواك قلق مسيطر عليك بيخليك مش حاسس بتعمل فرحة بس خليك عندك امل لبكرة وحب حياتك يا برج الجدي عندك ناس كنت بعيد عنهم وقترجع لهم يا برج الجدي انت كمان عندك سفر وهيكون فيه تأسير لك معظم مواليد برج الجدي حظكم حلوة سنادي في كل حاجة بامر الله انت عنيت كتير يا برج الجدي ويتعبتي كتير بس انت عندك ثقة في نفسك وده حقيقي عارف قيمة نفسك بمعنى صح فيه ناس بينك وبينهم تنافس على شيء وعندك حق بتطالب بيه وربنا هيرضيك وحقك هيرجع يا برج الجدي انت كمان عندك انجزاف شخصيتك يا برج الجدي وفيه شخص بيحبك بس خاف يقرب لك يمكن عشان فيه فروق ما بينكم مخليا مش قادر يقرب بطل تحكي عن أسرارك وتحكي عن اللي انت بتعمله وبطل تنزل على السوشيال ميديا كل حاجة عنك يا برج الجدي لان فيه ناس بترقبك وحزاك والبعض من الناس دول بيقربوا منك عشان عايزين يعرفوا عنك كل حاجة فانت المفروض اللي انت مش كل حاجة تنزلها عنك لان انت محصود يا برج الجدي ويه بيحصل معك عقسات يعني كل ما تنزل حاجة على السوشيال ميديا بتقولها عملها ما بتتعملش وما بتحصلش فخلي بالك انت كمان عايز تاخد قرار في شيء تعبك قوي والكيل طافح منه على الاخر وقاني الاواني ان انت تنهي الموضوع ده انت كنت منتظر الوقت المناسب عشان تخلص من الكسة دي فيه نجاح عندك وعلو شأنه وفيه فرح قريب في بيككم حفلة خطوبة هتحصل تخصك او تخص شخص موجود عندك بس هي بنسبة 85% الخطوبة دي تخصك يا برج الجدي هتقابل شخص كوبي منك شخص فو لو تقسمت نصين منك صفاته نفس صفاتك وهيحصل ما بينكم علاقة قوية جدا وحب قوي فيه ناس هتنفسك او هيحاولوا قلدوك ولو ما عارفوش يقلدوك هيجروا ورا النوم يوقعوك فانت خلي بالك من الناس دي يا برج الجدي وحاول تبتعد عن الناس دي ومش كل حاجة عن نفسك تنزلها على السوشيال ميديا لانت تقلب بالعكس وحصن نفسك ويعني الرؤية الشرعية من اجمل الحاجات اللي بتحصن البني آلة ولحد دينا الفيديو خلص تنتين سينيش في اللايك وليشترك في القناة تفايد زرج الجرز بواي